بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله حبيبي أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف المرحلة الإعدادية وبنخص بالذات طلاب الصف الأول والثان الإعداد إن شاء الله معنا باراجراف يعني من تسعين كلمة عن يعني فرض أو عدو في أسرتك طبعا قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا اللي ما اشتركش في الكناة يشترك عشان إن شاء الله كل الباراجرافز اللي عندنا في المنهج ننزلها على القناة طبعا عندنا البداية دايما عايزاك كلكم تردون معايا اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله عايزاك كده دايما لسن عامر بذكر الله طبعا لو جينا نشوف السؤال بيجينا في الامتحان بالأسلوب اللي معانا طبعا داي شكل السؤال write a paragraph of 90 words about a member in your family write a paragraph يعني كتب paragraph of 90 words من 90 كلمة about a member in your family عن عدو في أسرتك أو فرد في أسرتك طبعا دايما البداية البسيطة اللي احنا بناخد منها درجات وهي مقدمة بسيطة عن نفسنا طبعا زي ما احنا شايفين بنسيب مسافة كلمة في بداية البراجراف بنسيب مسافة كلمة بنبدأ بحرف capital زي ما احنا شايفين البداية معانا في البداية معانا حرف capital in the following lines في السطور التالية I will talk about a member in my family هتكلم عن فرد في أسرتي I am a student يعني أنا طالب I am 14 years old أنا عندي 14 سنة تبلغونا في سنة أولى I am 13 years old يعني أنا عندي 13 سنة I am in prep 2 أنا في الصف الثاني طب لو أنا في الصف الأول أقول إيه I am in prep 1 I live in dumietta أنا بعيش في dumietta لو جينا نخلي المقدمة البسيطة اللي معانا دي تكون لها مع أي توبك مع أي باراجراف أهو هنعملها مثلا بالcolor ده بنغير اللون طبعا لمزا ما احنا شايفين in the following lines again in the following lines وعايز المقدمة ثابتة عشان ما نطلق بطش فدي مقدمة بسيطة ممكن أحط فيها أي موضوع يجيلي في الإجزام في الامتحان in the following lines I will talk about a member in my family I am a student I am 14 years old I am in prep 2 I live in dumietta طبعا ممكن أكتب I live in Cairo I live in Aswan and so on I live with my family بعيش مع أسرتي I live with my father my mother and my sister بعيش مع والدي مع ممتي أمين وأختي we are a happy family احنا أسرة سعيدة we are a happy family we are a happy family we live I love my father أنا بحب والدي I love my father so much بحب والدي جدا my father is a doctor والدي طبيب my father is a doctor he is 40 years old يعني هو عنده 40 سنة he is 40 years old he is a doctor يعني هو طبيب he gets up early بيستيقظ مبكرا he works hard he works hard يعني بيعمل بجد he loves his job he loves his job بيحب عمله he examines the patients he examined the sick ممكن أقول the patients يعني المرضى أو the sick يعني المرضى he examines كلمة examines يعني يفحص he examines the sick يعني هو بيفحص المرضى he gives ممكن أقول طب كلمة examines على بعضنا تبقى صعبة ممكن أقول he helps the sick بيساعد المرضى ولكن هي الأضاق في المعنى examines يعني بيفحصهم لأن المريض الطبيب بيفحصه طب أنا مش عارفة أكتب examines وإنسيتها or forgetting the exam أكتب مين helps he helps the sick برضو صح he gives them medicine بيقدم لهم أو بيعطيهم الدواء he helps the poor بيساعد الفقراء he gives them medicine for free he gives them medicine for free يعني بيقدم لهم العلاج أو الدواء بالمجاني طبعا اللي هما البور he is so kind he is so kind يعني هو طيب أو عطوف جدا really my father is a great man really my father is a great man حقا والد ده رجل عظيم all people كل الناس love him بيحبوا all people love him they respect him they respect him يعني respect يعني بيحترموا I want to be a doctor too عشان كده I want to be a doctor too عايز أبقى طبيب أيضا I want to help the sick وعايز أساعد المرضى I want to help the poor وعايز أساعد البور أيضا I want all people بحب أن كل الناس I want I want all people to be happy I want all people to be happy بحب كل الناس تكون سعيدة يبقى جيل لو جينا نقرأ البراغراف مرة تانية وبسرعة in the following lines I will talk about a member in my family I am a student I am 14 years old طب لو أنا في سنة أولى أقول إيه I am 13 يعني بدل الـ 14 هتبقى 15 سوريا هتبقى 13 بدل الـ 14 هتبقى 13 I am 13 years old I am in برب 2 يعني أنا في الصف السيني I live in ضميطة طب لو أنا في سنة أولى I am in برب 1 هك بدل 2 هتبقى 1 O N I live in ضميطة يعني أنا بعيش في ضمياط I live with my family بعيش مع أسرتي I live with my father بعيش مع والدي my mother and my sister I live with my father my mother and my sister we are a happy family we are a happy family I love my father so much I love my father so much my father is a doctor he is 40 years old my father is a doctor he is 40 years old he is a doctor he gets up early he gets up early يعني يستيقظ مبكرا he works hard he works hard يعني بيعمل بجد he loves his job وبيحب عمله he examines the sick he examines the sick ممكن اشيل examines وحط هيلبس بيحب he gives them medicine he gives them medicine he helps the poor he helps the poor he gives them medicine for free he gives them medicine for free he is so kind he is so kind really my father is a great man really my father is a great man all people love him ناخد بنا للفعل love لأن people blur al gamma they respect him they respect him طبعا respect يعني يحترم I want to be a doctor too I want to be a doctor too I want to help the sick I want to help the sick I want to help the poor I want to help the poor too I want all people to be happy I want all people to be happy طبعا البراجراف بشكل أو بشكل تاني هو نفس البراجراف طبعا ولكن طبعا معظمكم قال إن الخط مش واضح فإحنا عملناه بخلفية سودة أو الأسود عشان الخطي يباني وهو نفس البراجراف طبعا كده الخط أوضح طبعا أنا عايزة رأيكم في الكومنتات على الخط يترى واضح ولا مش واضح والصوت واضح ورأيكم في البراجراف بتاعنا إن شاء الله نستمر بالمزيد وبرضو اقتراحتكم للأحسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة